بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-2 كنا في درسنا الماضي قد ابتدأنا دراسة الجهاز العصبي واتفقنا خلال دراستنا للجهاز العصبي بأنه لدينا فكرة رئيسة هذه الفكرة نصت توصل الخلايا العصبية السيالات العصبية التي تمكن الخلايا والأنسجة والأعضاء من تمييز المنبه والاستجابة له وذكرنا في درسنا الماضي بأن هناك مكونات للخلية العصبية الخلايا هي وحدة التركيب والبناء في جميع أجزاء جسم المخلوقات عندما نتكلم عن الخلية العصبية هذه الوحدة التركيبية لابد أن نتعرف على مكوناتها ما هي مكونات الخلية العصبية ظهرت معنا الزوائد الشجيرية التي تستقبل هذه التنبيهات هذه السيالات العصبية ثم ذكرنا أن هناك جسم لهذه الخلية العصبية أسميناه جسم الخلية تتواجد فيه النواء والعضيات ثم يمتد من هذا الجسم جزء طويل مساء أسميناه بالمحور ينتهي بتفرعات أسميناها تفرعات المحور ثم انتقلنا بعد ذلك لنتعرف بشكل أكبر ما هي أنواع الخلايا العصبية بعد أن عرفنا تركيب الخلايا العصبية لابد أن نعرف وظائع أنواع الخلايا العصبية لكي نستطيع أن نميز بين وظائف هذه الخلايا ظهرت معنا الخلايا الحسية التي تستقبل المنبهات ظهرت معنا الخلايا البينية التي تواجدت ما بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية التي تعطي الإشارات إلى العضلات أو الغدد انتهينا في درسنا الماضي بدرس نقل السيال العصبي أو عفوا رد الفعل المنعكس وذكرنا من بداية الدرس في الربط مع الحياة أنه قد تكون أنت أو أنت ارتطمت قدمك بحفة السرير أو بأحدى الأبواب داخل المنزل أحدثت لديك ألم شعور بالألم ردت فعل منعكسة هذه العملية تسألنا هل من الممكن أن تكون هذه الإشارة وصلت إلى الدماء كم احتاجت من الوقت كم استغرقت من الوقت لتقوم بردة الفعل وذكرنا أن هذه العملية حدثت دون المرور للدماء خلية حسية أرسلت الإشارة للبينية ثم أعطت التنبيه للخلية الحسية التي بدورها أرسلت إشاراتها للعضلات والغدد اليوم بإذن الله لدينا استكمال الجهاز العصبي أو تركيب الجهاز العصبي استذكر سويا الأهداف لتطمح لتحقيقها بأن نحدد الأجزاء الرئيسة للخلية العصبية ونصف وظيفة كل منها وذلك كان في درسنا الماضي اليوم بإذن الله سوف نسعى سويا لتفسير كيفية أو كيف يشبه السيال العصبي الإشارة الكهربائية وكيف ينتقل على طول الخلية العصبية جهد الفعل ماذا نقصد بجهد الفعل؟ جهد الفعل هو اسم آخر للسيال العصبي وتسمى أقل شدة للبنبه تسبب إنتاج جهد الفعل عتبة التنبيه إذن هناك قوة هناك جهد يصل إلى الخلية العصبية من الممكن أن بعض هذه التنبيهات لا تحدث أثر على هذه الخلية العصبية لا تعطيها استجابة لينتقل السيال العصبي ولكن عندما يكون هناك أقل كمية قد تحدث هذا التنبيه أو تعمل على سير هذه السيال العصبية نسمي هذه المنطقة عتبة التنبيه أو نسميها عتبة التنبيه إذن السيال العصبي أو جهد الفعل هو اسم آخر للسيال العصبي وتسمى أقل شدة للمنبه تسبب إنتاج جهد الفعل بعتبة التنبيه لا يولد المنبه الأقوى بالضرورة جهد فعل أقوى ويوصف عمل جهد الفعل بقانون الكل أو العدم ويعني ذلك أن يكون السيال العصبي قوية لدرجة تكفي لينتقل عبر المحور أو لا يكون ذلك بمعنى أن التنبيهات تختلف في قوتها ولا يعني أن المنبه القوي سوف يعطي تنبيه أقوى من المنبه الضعيف ولكن هنا لدينا قانون إما أن يكون هناك منبه يسبب ردة فعل بمعنى يعطينا حركة للسيال العصبي أو يكون هناك تنبيه لن يكون هناك له استجابة لا يحدث هذه أو لا نصل إلى مرحلة نسميها عتبة التنبيه فتسمى العدم نسميها العدم إذن لا يولد المنبه الأقوى بالضرورة جهد فعل أقوى ويوصف عمل جهد الفعل بقانون الكل أو العدم ويعني ذلك مثل ما اتفقنا أن السيال العصبي قويا أو أن يكون السيال العصبي قويا لدرجة تكفي لينتقل عبر المحور العصبي أو لا يكون كذلك عندما يصل المنبه إلى عتبة التنبيه تفتح قنوات في الغشاء البلازمي فتدخل أيونات الصوديوم سريعا داخل الخلية العصبية عبر هذه القنوات مسببة إنعكاسا مؤقتا للشحنات الكهربائية في الدرس الماضي كنا نتكلم عن الخلية العصبية في لحظة الراحة كنا نذكر أن أيونات البوتاسيوم كانت أكثر من أيونات الصادم داخل الخلية بينما على العكس ظهرت أيونات الصوديوم أكثر من أيونات البوتاسيوم خارج الخلية وذكرنا لأننا لدينا قاعدة تسمى قاعدة الانتشار هذه القاعدة تنص بأن المواد تنتقل من التركيز الأعلى إلى التركيز المنخفض ولكن هذه القاعدة يلغيها هناك وجود مضخات بروتينية داخل هذه الخلية العصبية تتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم نسميها بطريقة خصوصية مضخات الصوديوم ومضخات البوتاسيوم لذلك نحن بحاجة إلى نقل نشط نحن بحاجة إلى طاقة لتتم هذه العملية ليحدث هذا السيال العصبي ليحدث هذا التنبيه سوف تنتقل هذه أيونات الصوديوم مثل ما ذكرنا تدخل أيونات الصوديوم سريعا إلى داخل الخلية بعدما كانت خارج الخلية في المقابل ثلاثة أيونات الصوديوم تدخل إلى الداخل في المقابل سوف يخرج أيونات من البوتاسيوم إلى خارج الخلية ثم تتبع هذه العملية فينتقل هذا السوديوم للمنطقة التالية ثم المنطقة التالية مثل ما أظهر لنا الكتاب في الصورة إذن عندما يصل منبه إلى عتبة التنبيه تفتح قنوات في الغشاء البلازمي هذه العتبة سمحت بمرور هذه الأيونات فتدخل أيونات الصوديوم سريعا داخل الخلية العصبية عبر هذه القنوات مسببة إنعكاسا مؤقتا للشحنات الكهربائية إذن هنا استكمال لهذا الجزء من الرسم نشاهد أيونات الصوديوم كيف انتقلت من الجزء الأول إلى الجزء الثاني ثم في الصورة السفلة انتقلت من الجزء الثاني إلى الجزء الثالث وبعملية معاكسة عندما تغادر أيونات الصوديوم هذه المنطقة للمنطقة المجاورة سوف نشاهد هناك حلول للشحنة السالبة بدلا عنها فيصبح مثل ما يظهر معنا داخل الخلية مشحونا بشحنة موجبة مما يسمح بفتح قنوات أخرى لتنتقل أيونات البوتاسي عبر هذه القنوات فيصبح خارج الخلية ذات شحنة كهربائية سالبة إذن عندما دخلت أيونات الصوديوم هذه الشحنة الموجبة حلت هنا شحنة موجبة وأصبحت الشحنات السالبة خارج الخلية هذه الشحنة الموجبة سوف تحدث ردة فعل سوف تنتقل هنا إلى الجزء الآخر ثم إلى الجزء الذي يليه هذا التغيير في الشحنات ينتقل على شكل موجات على طول محور الخلية العصبية إذن هنا بشكل أكبر أظهرنا الصورة كاملة التي أظهرها في الكتاب اتفقنا أنه في مرحة الراحة كانت تكون خلية مليئة بالشحنات السالبة وعفوا داخلها مليئة بالبوتاسيوم وفي الخارج يكون هناك صوديوم ولكن عندما نصل إلى عتبة التنبيه سوف تفتح القنوات لدخول هذا الصوديوم ويدخل الصوديوم عبر هذه القنوات ثم ينتقل المنطقة المجاورة ثم ينتقل المنطقة التي تليها وبنفس الحركة بطريقة معاكسة عندما ينتقل الصوديوم إلى المنطقة المجاورة المنطقة الأولى سوف تتحول إلى شحنة سالبة بنفس الفكرة عندما انتقل الصوديوم هنا إلى المنطقة الثالبة شاهدنا هذه المنطقة أيضا تحولت إلى منطقة سالبة سرعة جهد الفعل ماذا نعني بها تختلف سرعة جهد الفعل فالعديد من محاور الخلايا العصبية مغلفة بمواد دهنية تسمى الميلين وهي تشكل طبقة عازلة حول المحور تسمى الغمد الميليني أو الغمد النخاعي إذن هذه المحاور التي تنقل الإشارات العصبية تختلف في سرعتها أو سرعة نقلها لهذه السيالات العصبية لماذا؟ لأن بعض هذه المحاور تكون مغلفة بغمد ميليني هذه الطبقة تسهم في سرعة نقل السيالات العصبية وبعض المحاور تفتقد لهذا الغمد لأن يكون هناك سرعة في نقل هذه السيالة العصبية إذا عندما تساءل عن سبب الاختلاف في سرعة نقل الإشارات العصبية هو تواجد هذا الغمد حول محور الخلية العصبية إذن مثل ما ذكرنا تختلف سرعة جهد الفعل في العديد من محاور الخلية العصبية فالعديد منها مغلفة بمواد دهنية تسمى الميلين وهي تشكل طبقة عازلة حول المحور تسمى الغمد الميليني أو النخاعي ومثل ما يذكر لنا الكتاب هناك العديد من الاختناقات على طول المحور تسمى العقد إذن هناك عقد هذا هنا يظهر لنا المحور المحور الذي يظهر لنا باللون الأصفر عندما نقرب الشاشة لنشاهد هذا المحور نشاهد هذا المحور باللون الأصفر ولكن هذا المحور مغلف مثل ما ذكرنا بهذه المادة الميلانية هذه المادة يكون بينها تقاطعات يكون بينها فجوات هذه الاختناقات تسمى العقد نسميها العقد هنا صورة أخرى لخلية عصبية هنا يظهر جسم الخلية الزوائد الشجيرية وهنا يظهر لنا هذا المحور للخلية العصبية نلاحظ أن هناك تقاطعات هناك اختناقات ما بينها التركيب الغمدي لهذا المحور لا تستطيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم الانتشار عبر الغمد الميليني إذن عندما نعود بالصورة هنا بهذه الجزء أيونات الصوديوم والبوتاسيوم لا يمكن أن تدخل من خلال هذا الغمد أيونات الصوديوم والبوتاسيوم تنتشر من خلال هذه التقاطعات تدخل من خلال هذه الاختناقات داخل هذا المحور إذن لا تستطيع آيونات الصوديوم والبوتاسيوم الانتشار عبر الغمد الميليني لكنها تستطيع أن تصل إلى الغشاء البلازمي عند العقد ويسمح هذا لجهد الفعل بالانتقال الوثبي من عقدة إلى أخرى بمعنى أن هذه التقاطعات هذه الاختناقات التي تواجدت تسمح بنقل هذه الآيونات بشكل وثبي هذه العملية تجعل أو تسرع من عملية نقل آيونات البوتاسيوم وآيونات الصوديوم عكس المحاور التي تفتقد لهذا الغمد لن يكون هناك اختناقات لن يكون هناك نقل وثبي لذلك سوف تكون الإشارة العصبية بطيئة في نقلها إذن المحاور التي امتازت بهذا الغمد وغلفت بهذا الغمد تواجدت اختناقات ما بين هذا الغمد هذه السيالات العصبية هذه الإشارات العصبية هذه الآيونات العصبية للصوديوم للبوتاسيوم عندما تنتقل خلال هذا الغم سوف تكون بالانتقال الوثبي من منطقة إلى أخرى تتجاوز هذه الاختناقات هذه العملية تسرع من عملية نقل السيالة العصبية مثل ما ذكرنا لكنها تستطيع أن تصل إلى الغشال بلازمي عند العقد وهذه العملية تسمح لجهد الفعل بالانتقال الوثبي من عقدة إلى أخرى مما يساعد على زيادة سرعة نقل السيالة العصبية على طول المحور ويحوي جسم الإنسان خلايا عصبية ميلينية وأخرى غير ميلينية الخلايا العصبية الميلينية خلقها الله سبحانه وتعالى لتنقل السيالة العصبية المتعلق بالألم الحاد بينما الغير ميلينية مسؤولة عن الألم الخفيف النابض إذن الخلايا العصبية الميلينين نحن تعلمنا أن وجود هذا الغمض وجود هذا الغلاف سوف يسرع من نقل الأيونات أو أيونات الصوديوم والبوتاسيوم إذن نلاحظ وظيفتها متعلقة بنقل الألم الحاد بشكل أسرع نحن بحاجة للاستجابة الفورية لذلك كانت هي المسؤولة عن نقل الألم الحاد بعكس الخلية التي افتقدت لهذا الغمض كانت وظيفتها مهمتها الإحساس بهذا الألم الخفيف النابض إذ ينتقل جهد الفعل في الخلية العصبية غير الميلينية أبطأ مما هو عليه في الخلية العصبية الميلينية إذن نحن متفقين أن الخلايا العصبية الميلينية وجهد الفعل فيها سوف ينتقل بشكل أسرع بينما الميلينية سوف يكون أبطأ اتفقنا لماذا؟ علل عللي وجود هذه الاختناقات ساعدت في نقل هذا الجهد بشكل وثبي سرعت من العملية هنا نشاهد خلية عصبية مغلفة بغمض ميليني وأخرى لا يتواجد فيها هذا الغمض الميليني نلاحظ أن الإشارة العصبية بالخلية العصبية التي امتلكت هذا الغمض الميليني الإشارة انتقلت بشكل سريع بينما الخلية العصبية التي لم تمتلك هذا الغمض كانت الإشارة تتحرك فيه بشكل بسيط نلاحظ هنا الإشارة وصلت إلى نهاية المحور بينما في الخلية التي افتقدت لهذا الجزء لم تتجاوز حتى ربع المسافة تقريبا طبعا هذه الصورة توضيحية لتصل الفكرة بشكل أكبر فمثل ما اتفقنا الخلايا التي امتلكت هذا الجزء أو هذا الغمض سوف تنقل الإشارة بشكل أسرع والسبب هو النقل الوثبي إذن هنا صورة مكبرة من الكتاب مثل ما اتفقنا آيونات الصوديوم والبوتاسيوم لن يكون لديها القدرة على دخول المحور من خلال هذا الغمض سوف تنتقل عبر هذه الاختناقات هذه العقد سرعت من هذه العملية في نقل آيونات البوتاسيوم والصوديوم ونلاحظ دخول الصوديوم هنا خروج له وبطريقة معاكسة حتى يكتمل نقل هذا السيال العصبي في التشابك العصبي ماذا نقصد بالتشابك العصبي يوجد فراغ صغير بين محور خلية عصبية وشجرات خلية عصبية أخرى يسمى التشابك العصبي عندما يصل جهد الفعل إلى نهاية محور الخلية العصبية تلتحم أكياس صغيرة تسمى الحويصلات تحمل نواكل عصبية مع الغشاء البلازمي هذه النواكل تتحرر بعملية تسمى الإخراج الخلوي وعندما تتشابك خلية عصبية حركية مع خلية عضلية تتحرر النواكل العصبية عبر منطقة التشابك العصبي وتسبب انكباض العضلة إذا في التشابك العصبي لم يكن هناك اتصال نحن بحاجة إلى عملية أخرى هناك أكياس تتواجد في هذه المناطق لديها حويصلات بداخلها أيونات نسمي هذه العملية عملية إخراج خلوي سوف تتحرر هذه الأيونات لتنتقل للمنطقة المجاورة التي لم تتصل بها هذه المناطق نسميها مناطق التشابك العصبي عندما نظهر هذه الصورة تتضح بشكل أكبر هنا نلاحظ هذه المنطقة أحد الأمثلة على التشابك العصبي وأنا أشير بيدي هنا على الرسم نلاحظ هذه الخلية العصبية وأنا أشير هنا لاحظ هذه عبارة عن حويصلات هذه الحويصلات مليئة بالنواقل العصبية هنا هذا الجزء العصبي وهنا الجزء العضلي هنا مستقبلات لهذه الخلايا عندما نقرب الصورة نلاحظ هذا التشابك العصبي إذن هنا جزء عصبي مرتبط مع خلية عضلية وداخل هذا التشابك العصبي حويصلات مليئة بهذه النواقل ثم يحدث ما أسميناه بالإخراج الخلوي ما هو الإخراج الخلوي؟ هذه الحويصلات سوف تكون بإخراج هذه الأيونات هذه الأيونات سوف تنتقل من الجزء العصبي إلى الجزء العضلي إذن مثل ما يظهر معنا في الرسم تتحرر نواقل العصبية تسمى استيل كوليم من محور الخلية العصبية الحركية فتنتقل إلى داخل هذه العضلة فينتقل جهد الفعل على طول الليف العضلي ومثل ما يذكر لنا هنا الرسم يتحد استيل الكولين مع المستقبلات العصبية في العضلات الهيكلية مما ينتج عنه دخول أيونات الصوديوم للعضلات وهذا ما ينتج جهد الفعل الذي ينتقل بعد ذلك عبر الليف العضلي ليسبب سلالة من الأحداث التي تؤدي إلى انكباط العضلة باختصار في هذه الجزئية لكي لا نسهل هذه الفكرة لدينا جزء عصبي ولدينا جزء عضلي هذه المنطقة نسميها منطقة التشابك في الخلية العصبية هنا في منطقة التشابك لدينا حويصلات هذه المناطق الدائري مليئة بالنواقل العصبية سوف تنتقل هذه الحويصلات وتقوم بإخراج هذه النواقل العصبية هذه عبر عملية اسمينها عملية الإخراج الخلوي وكأنه جزء زائد داخل هذه الخلايا فتنتقل إلى العضلة سوف تنتقل من الجزء العصبي إلى الجزء العضلي وهناك مستقبلات لها بمعنى سوف ينتقل جهد الفعل الذي كان في الخلية العصبية إلى العضلة لكي تقوم هذه العضلة بالحركة والاستجابة للأمر يوجد أنواع كثيرة من النواقل العصبية فعندما نعرف النواقل العصبية هي عبارة عن مواد كيميائية تنتشر عبر التشابك العصبي وترتبط بالمستقبلات الموجودة على الزوائد الشجيرية لخلية عصبية مجاورة ويؤدي ذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل في الصورة إلى فتح قنوات في الخلية المجاورة مسببة جهد فعل جديد ومثل ما ذكرنا يوجد أكثر من 25 نوع من مواد النواقل العصبية فعندما تتحرر هذه المواد إلى التشابك العصبي لا تبقى طويلا إذا يعتمد ذلك على نوع المادة العصبية إذن هي لن تبقى في العضلة عندما نتكلم عن فترة بقائها مدة بقائها تختلف بحسب اختلاف نوع هذا الناقل بعض النواقل كذلك تتحلل ويعاد تدويرها مثل ما يظهر معنا بعضها قد ينتشر سريعا بعيدا عن تشابك أو يحللها انزيم وبعض النواقل العصبية المتحللة يعاد تدويرها وتستخدم ثانية خلية عصبية واحدة يمكن أن تتشابك مع خلايا عصبية عديدة أخرى أظهرنا في الحقائق العلمية أنه من الممكن أن تشترك زوائد شجيرية مع العديد من الخلايا العصبية هنا صورة تظهر لنا بعضا من التشابك العصبي نلاحظ هنا أكثر من تفرع الزوائد الشجيرية التي ترتبط معها أكثر مع خلية عصبية وهنا صورة أيضا توضيحية برز باللون الأحمر التشابك العصبي ما بين الزوائد الشجيرية للخلايا المختلفة بالإضافة إلى درسنا اليوم سوف يكون لدينا التجربة التي تظهر في الكتاب تجربة 2-1 استقص رد الفعل المنعكس لرمش العين يتساءل هنا في التجربة ما العوامل تؤثر في رد الفعل المنعكس لرمش العين هل ركبت سيارة يوما ثم نصطدم شيئا بالزجاج أمامك لقد رمشت عيناك يحدث رد الفعل المنعكس لرمش العين عندما تغلق جفون العين ثم تفتح مرة أخرى بسرعة وهذا الفعل استجابة لا إرادية للمنبهات يفسرها الدماغ على أنها ضارة ومؤذية وتنتقل السيالات العصبية المتعلقة برد الفعل المنعكس لرمش العين مسافات كصيرة وتستغرق من اللي ثاني تسمح برد فعل المنعكس سريع لمنع الحاق الضرر بالعين هنا في خطوات لهذه التجربة في البداية يطلب منا بطاقة السلامة تظهر معنا في موقع قنوات عين هناك بطاقة للتجارب يقوم بملء أدوات السلامة الأدوات المستخدمة في هذه التجربة أدوات اللازم توفرها لسلامة إجراء هذه التجربة أيضا نحدد مكان إجراء التجربة هنا أيضا يفسر لنا ما هي الخطوات للقيام بهذه التجربة يذكر لنا شكل مجموعة مكونة من ثلاث طلاب أنت مع زميلاتك مجموعة من ثلاث طالبات الأول يطوع ويجلس خلف حاجز من قطعة الإكريليك مساحتها واحد متر والثاني يراكب استجابات الأول ويسجلها في الخطوة الثانية يقف الشخص الثالث على بعد متر من حاجز ويقذف كرة التنس بلطف لترتطم بالحاجز وفي الخطوة الرابعة يذكر كرر الخطوة الثلاثة وسجل استجابة الشخص بعد كل محاولة في الخطوة الخامسة يطلب منا قم بعصف ذهني للمتغيرات التي تؤثر في استجابة الشخص وتوقع تأثير كل رد فعل من عكس لرمش العين هنا سوف نظهر تجربة وجريات سابقا في تحليل البيانات هنا في البيانات الملاحظات نذكر نفسر هذه العملية حدثت رد الفعل من عكس لرمش العين في المرة الأولى كان سريع جدا في المرة الثانية كان أقل سرعة بينما في المرة الثالثة كان أبطأ بكثير إذن جربنا في ثلاث مرات المرة الأولى كانت ردة الفعل سريعة المرة الثانية كانت أقل سرعة في المرة الثالثة كانت أبطأ بكثير من المرتين السابقة ولكن في كل مرة نفس ردة الفعل وإغماض العين إذن لاحظنا أن ردة الفعل هي عبارة عن أغلاق الجفون وفتحة أو ما نسميه برمش العين هي ردة الفعل التي ظهرت عند كل فعل يتساءل فسر فسر البيانات هل أدرك الطالب الأول المتطوع المنبهات في كل محاولة بالطريقة نفسها فسر وفسري إجابتك تختلف بالتأكيد الاستجابة من شخص إلى آخر فيرمش الشخص بناء على التغيرات التي حصلت بشدة أو أقل مقارنة بالمحاولة الأولى في الاستنتاج نستنتج من هذه التجربة أن ردة الفعل المنعكس تختلف على حسب نوع الحاسة التي تستقبل المؤثر وعلى حسب شدة المؤثر وعمر الشخص الذي يستقبل المؤثر وكأننا نتكلم عن العوامل المتغيرة لهذه التجربة بمعنى أنك وأنت عند إجراء هذه التجربة سوف تجدون نتائج مختلفة عن النتائج التي أظهرناها داخل هذا الدرس في نهاية الدرس لدينا مناقشة في سؤالنا الأول وجود الغلاف الميليني في الخلية العصبية يزيد سرعة السيال العصبي يكلل سرعة السيال العصبي يزيد من الإحساس بالألم يكلل الألم الحاد إذن وجود الغلاف الميليني يزيد من سرعة السيال العصبي بهذا السؤال وصلنا إلى ختام درس تركيب الجهاز العصبي رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك